ونقول يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ على هذه ان شاء الله الشغل بتاعنا والكورس بتاعنا يعني طبعا واجب عليك التركيز طويس لو انت ما فهمتش اي حاجة وقفوا عيد تاني الجزء اللي انت ما فهمتوش طبعا احنا زي ما احنا قلنا يعني هنشرح مواقع كتير سواء مواقع سي بي اي اي او مواقع افليت هو في الاخر احنا اهم حاجة بنكسب من الاكشن اللي احنا بنعمله سواء منتج احنا هنبيعه او سواء اه مسلا اه تحميل اه لا يعني حد حمل لعبة من طرفنا او برنامج اه او ما شابه من الاكشن تمام يا شباب كده هنروح على اول موقع الموقع اسمه بيرفلاي اه الموقع ده اه يعني في صعوبة جامدة جدا في التسجير تمام او في صيغة معينة بتتكتب وحاجة بسيطة جدا فانت اه لو عملتهم بتتقابل من غير اي مشاكل خالص لان في ناس كتير بتبيع الاكاونت على بيرفلاي اه يعني بخمسين دولار ومئة دولار واكتر كمان فالموضوع سهل وبسيط جدا بفوق ما تتخيل يعني انا عرفك الموقع ده طبعا واعرفك مواقع اه كتير جدا اه الموقع لما احنا نسجل فيه ناخد بالنا اللي احنا مش بنسجل على الويب العادي اللي احنا هنسجل على المتصفح الخفي كل انت هتعمله ان انت هتلغط كنترول ان وهتتنقل على المتصفح الخفي بعد كده هتسجل بطريقة طبيعية جدا هنلغط على كلمة start earning today فهنا يعني اه نركز مع بعض هنا بيقول لك طبعا هتكتب كل بياناتك بشكل اه طبيعي واللي معلوهوش نجمة مش مطلوب منك ان انت تكتبه او اكتبه ما فيش اي مشاكل يعني مثلا هنا بيقول لك اسم شركة بتاعتك انا ممكن هقول له هلال نتة او ممكن هسيبها مثلا فاضية هنا هتكتب الموبايل بتاعك لو انت من مصر فهتكتب 002010 كزا تمام طيب هنا هتكتب الباسورد بتاعك ويفضل يكون فيه حروف وحروف تمام وطبعا هتعيد الباسورد تاني وهنا هنا هتختار الطريقة التواصل اللي ممكن يعني مدير الحساب بتاعك عشان كل حساب بيبقى ليه المدير فلو عصت منه مساعدة ولا اي حاجة يعني هي حاجة مش مهمة قوي يعني فلو انت عندك يهو ايميل يهو لو انت عندك سكايب اكتب اي حاجة ما فيش مشاكل فالسة تمام يا شباب هنا طبعا هتكتب الايميل بتاع السكايب او الايميل بتاع اليهو هنا بتاعك متعلم على ايجي بتاعه هنا الادرس هتكتب اي عنوان ليك مفيش مشاكل والسيتي البلد تمام البوسطة الكود لازم يكون صحيح يعني هتكتب مسلا لو انت مسلا مسكندرية او من القاهرة مسلا هتكتب في جوجل هتكتب بوسطة الكود او الكود البريدي او الرمز البريدي اه للقاهرة منطقة كزا تمام وهنا هتكتب بتاعك يكون صحيح عشان لو لا قدر الله الحساب انت ما فتكرتش مسلا كده متسرر او حاجة وبعد كده هنضغط على وهنا شباب اتنقلنا على المرحلة التانية دي مهمة جدا جدا هو هنا بيقول لك يولو وبسايت انت لازم تكتب اه وبسايت في الخانة دي عشان يقدر يوفق لك على الحساب يعني عموما فاحنا هنعمل ايه فاحنا هنبحث على جوجل على اي وبسايت اي موقع يكون بيتكلم في الماركتينج يكون بيتكلم في شغل سواء عربي سواء انجليش ما فيش مشاكل خالص بس اهم شيء ودي يعني اللي ساعات بتوقف الحسابات تخليها ما تكملش اهم شيء يكون الموقع اه يعني ترتيبه مش اعلى من متين الفة على العالم يعني احنا مسلا لو مسلا شوفنا مسلا الموقع ده او اه ترتيبه مسلا خمسة واربعين الفة على العالم اللي هيه كرة الارضية دي الا اداة دي اللي مفيش حد يعني لو مفيش حد عارفها اداة اسمها اليكسا بتنزل وبتنزل لك في التاس كبار بتاعك ممكن تشوف بيها اي ترتيب موقع انا طبعا موقع بتاعي مسلا في سبيل المسال جايب اقل من متين الف يعني مية وتمانين الف تقريبا تمام فبالتالي هاقوم كاتب الموقع بتاعي هنا اي موقع من جوجل مفيش اي مشاكل خالص تمام هنا برضو في الاختيارات بيقولك انت بتفهم في ايه وهتشتغل في ايه والكلام ده هنا تخلي بالنا كويس الاختيارات اللي انا هقولها لك في الكورس ده اللي انت هتختارها اول حاجة هتختار البي بي سي بعد كده هتختار البي بي سي بعد كده هتختار البي بي في آآ تمام? آآ آآ بعد كده هنقول له مسلا هنعلم له على عامة نتورك. آآ لا شباب متأسف احنا هنشيل العلامة دي. هنشيل العلامة دي. تمام? هنحط علامة الصح اللي هي علامة بعد كده هو بيقول لك تكلم عن آآ نفسك انت ممكن يعني تقدم ايه في شبكة ويعني بقى لك قد ايه شغال والكلام ده كله. انت هتاخد الكلام ده مني وهتروح للجوجل ترجمة جوجل هترجمه الانجلش وهتكتبه هنا. تمام يا شباب? هتقول له انا آآ جيد في مجال هتقول له كده انا جيد في مجال ومجال واجيد هذا العمل منز مسلا آآ سنتين او تلات سنين ما اضطرش عن تلات سنين عشان ما تبقاش اوفر. وآآ انا اشتغلت قبل كده في اعملتي اعلانات كتير كنت بعمل اعلانات ماركتنج على الفيسبوك آآ الفيسبوك ااد وجوجل ادورد واشتغلت في بينج ويشرفني اللي انا اشتغل في الشبكة بتاعتك وشبكة فانا طبعا مش هينفع قديك الصيغة لان انت لوقتي بتسمعني ما انتاش شاري الكورس لواحدك. في ناس تانية آآ شاريينه ممكن ناس قليلة او ناس كتيرة الله هاعلم. فلو اديتك الا آآ او اديتك اللي انت هتكتب فيه نفس الكلام. الناس كلها تكتب نفس الكلام. فالمعاقع هحس ان في حاجة غلط فانت اخد الكلام مني وترجمه. عايز تزود عليه حاجات بسيطة ما فيش مشاكل خالص. بس ما تفضلش تقولي الكلام اللي ايه? آآ سان كيو الكلام ده وبتاع. لا خليك آآ ضقيق زي ما انا قلت لك في الكلام. هنا بقى بيقول لك انت اكتب لي آآ الشركات اللي انت كنت كنت يعني شغال فيه حساب ايه نتسورك وابليت والكلام ده. عشان بس يتأكده ما يبقاش الموضوع اسباب. فانت هتكتب لهم تلت شركات فقط. هتبدأ اول شركة او يعني تاني شركة عشان كله ما يكتبش يعني زي بعض. هتبقى هتقول له آآ انا كنت شغال في آآ مش هتقول له بقى انا كنت شغال لها تكتب على طول اسم الشركة هتكتب كليك بنك دوت كوم. هتكتب ماكس بوينتي دوت كوم. هتكتب الشركة التالتة. انا سيبقى لك بقى تبحس عنها في جوجل اكتب افليت سايت او ايه ويب سايت افليت. هتلاقي شركات كتير افليت حطت لهم شركة تالتة. آآ تمام? آآ بس يعني هتكتب الشركة ودوت كوم مش شركة ودوت كوم مش شركة ودوت كوم. ما تكترش عن تلت او اربع شركات كتير جدا. تمام يا شباب? دي بقى اللي الناس يعني خمسة وتسعين في المية بيقفوا فيها وعشان كده بيشتروا الحسابات بطريقة غالية. يعني انت ممكن الشرح ده كمان ما يفيدكش ان انت تشتغل افليت لا يفيدك ان انت تعمل حسابات في وتبيعه بخمسين دولار بتلاتين درال زي ما انت عايز. اللي هو ما الشباب خلينا في موضوعنا. انت لازم تسجل في الموقع او المنتدى ده وتجيب اليوزر نيم وتكتبه هنا عشان الاستكمال بتاع الحساب بتاع بتاعك يبقى يبقى تمام وطبيعي وتخش بقى على بتاعتك. هنخش على موقع دوت كوم. هنروح على طولة على كلمة. بعد كده انا هقول له انا هسجل عن طريق الفيسبوك امضى عن طريق اول او هكتب اليوزر نيم وانا هختار بقى بس والايميل والكلام ده. انا ممكن اقول له من عن طريق جوجل. تمام? طبعا هيقول لي علشان التنبيه. هنا هنقول له مسلا اليوزر نيم. هلال نت. خلط الواماة تمانية. ونضغط على كلمة كونتينيو. على طول بقى ايوم ما يديك علامة الصح وانت كده ضغط كونتينيو خلاص. هتاخد اليوزر نيم ده. تروح هتعمل هنا كابي وبيست. هنا بيقول لك انت سمعت على بيرف لايفين. بالضبط تقول له على جوجل. تقول له فريند. تقول له يعني عن طريق محركات البحث المختلفة. يعني انت ومزاياك مفيش مشاكل خالص. وبعد كده هتضغط على كلمة كونتينيو. هنا وصلنا لمرحلة الايميل. تفعيل الايميل. هتكتب الايميل بتاعك هنا وتضغط عشان يتبعت لك الايميل بتاعك. وهتكتبه لما تضغط اي ايميل يعني في مش هيوصلني. وبعد كده اهم حاجة اي دي يدعي بالكام. منubUFF يعني ايه. انت هتصورack قويم البطاقة القومي بتاعك ويش وظاهر تمام وما يكونش مزبوطة يعني معيكون شعالحواف تخليها كده مع وجه او تصورها في ايدك او تصورها على مكتب بحيس ان هم يعني ما يحسوش ان الموضوع معمول فوتوشوب دي حاجة مهمة جدا برضا هتعمل الابلود هتضغط على كلمة ابلود وبعد كده هتنزلهم هنا وبعد كده نكست بعد كده هتستنى يعني من يوم لتلات ايام او خمس ايام بكتير جدا بس هي بتيجي مسلا بعد تلات ايام وبتخش على الحساب بتاعك من الداشبورت عادي وبتعمل لوجين هنا طبعا انا عملت لوجين للحساب بتاعي الحساب بيبقى بالشكل ده هنا طبعا دي المديرة بتاعت الحساب بتاعي فاسمها ده والاميل بتاعها ممكن ارسلها ورقم تليفونها ده كل حساب ولي اه مدير او مديرة بيتابع معاك اي مشاكل بتحصل في الحساب بتاعك البيمينت الدفع وكل حاجة هنعرفها ان شاء الله ماشي كده احنا نخش على العروض نشتغل افليت ونشتغل سي بي ايه ازاي الشركة ده يا شباب شركة عملاقة فوق متى تخيله يعني لو انت عملت يوميا خمس تلاف دولار هتبديه يعني هتبعتهم لك واكتر كمان يعني شركة بقالها فترة كديرة جدا ترتيبها كويس جدا ما بتعملش مشاكل مفيش اي يعني انا قبل ما اسجلتها من زمان جدا بحست فيها على الناس بتتكلم على مشاكل مفيش اي مشاكل منها اطلاقا لان اللي شغال فيها يعني كبير جدا فالمهم شباب احنا هنروح على كلمة اللي 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 في الكنبي تيه بعد كده بيقول لك احنا هنعمل عرض اللي موجودة للعروض اللي موجودة طبعا دي العروض تمام هنا بيقول لك احنا اه الفلتر تمام هنا بيقول لك اللي انت هتشتغل عليه عايز تشتغل على حاجات يعني اه حاجات بيحصل لها بس عايز تشتغل في بس في حاجات كتير جدا 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 يعني انا مسلا في سبيل المثال هقول له انا عايز حاجات جاب لي كل الحاجات دي الدفع يعني لو انت مسلا لو حد حمل برنامج آآ انت بتاخد على كل تحميلة اتنين دولار وخمسة وسبعين سنت تتخيل مسلا خمسة او عشرة حمل البرنامج ده وانت شغال ساعة مسلا ساعتين في اليوم كده طبعا تمام اوي ما فيش مشاكل فاصل عرفتوا ليه الموقع ده ما بيسجلش كده يعني آآ اي كلام وان في ناس بتبيع بتبيع الاكاونت بتاعه بخمسين دولار واكتر فطبع يعني يبقى كده برضو عندك آآ حاجات كتير برامج كتير تلاتة دولار وعندك حاجات بستة وعندك حاجات اكتر بكتير هنا الفلتر احنا ممكن نفلتر يعني احنا ممكن انا ذات نفسي انا بشتغل على بشتغل على امريكا وبشتغل على بريطانيا وبشتغل على كندا دول الحاجات اللي انا بشتغل عليهم يعني لما حب كده يجي لها فبشتغل على ايجيبت بقوم مسلا كاتب هنا ايجيبت وانا هعرفكم طبعا كل الشغل ده هيبقى ازاي فاول ما تكتب اي جي هنا لو لاحظنا لا بنمسح بس ثواني لو لاحظنا كل بلد بنلاقي جنبها كوس ورقم ده العروض اللي في البلد دي العروض المتاح عليها يعني امريكا فيها تبقى سبعة عشرين عرض تبدأ بقى تفلتر وتختار العرض اللي انت عايزه ده ما نفعش تشوف عرض تاني ده ما نفعش تشوف عرض تاني وانا في سبيل المسال هنختار تمام ممكن تشتغل سعودية كويت اي بلد عربية انت عايز او انت عايز تشتغل عرب تمام هنا بيقول لك انك انت ممكن تعمل ادفانسة اه ادفانسة سيرش يعني ان انت تجيب مسلا يعني احنا عملنا هنا هتجيب لك بقى ايه ايه سيرش بالتحديد الكيورد لو انت عايز لعبة او حاجة او برنامج باسم معين مفيش مشاكل خالص تمام هنا احنا عايزين مسلا اه نختار كده اي حاجة مع بعض علشان نشوف عاملة ازاي تمام هنا مسلا تمام هنا بيقول لك على الفاير فوكس لو حد عمله انت بتاخد واحد دولار طبعا في برامج والعب وفي حاجات كتير بس انا مش عايز يعني الشرح برضو يطول في ان احنا نبدأ ندور على يعني سهل احنا بنكلم كل اله في سبيل مسال وكل الكلام يعني انا هشرح على الكلام ده انتو هتطبقوه بقى في اي عرض انتو تخترو احنا بسلا برنامج يعني مفيش مشاكل سهل يعني اهو تمام هتاخد واحد دولار واحد دولار على اللي يحمل البرنامج تاعي اللي يعمل له لو احنا نزلنا تحت هنلاقي الافليت لينك ده اللينك بتاعك اللينك هتسوقه سوري ده اللينك بتاعك اللينك هتسوقه يعني ده اللي في عمرك كله تمام طيب طيب لو احنا جينا هنا طيب عملنا اه اخدناه وحطناه في صفحة تانية يلاحظ هيظهر لنا ايه؟ هيظهر لنا حاجة تانية خالص ليه بقى يزهر لنا حاجة تانية خالص حان ما فيش حد ياخد آآ اللينك ده عشان ما فيش حد ياخد لينك ده ويجرب عشان احنا واقفين او احنا مختارين احنا مختارين امريكا يعني انت مش في امريكا تماما شباب؟ طيب هنا بيقولك بتاعه ده هنا بيقولك ده سوفتوير اه اه انا بيقول لك هو متضغط بتاريخ كزا العرض ده متضغط بتاريخ كزا. هنا بيقول لك اه على بس. تمام? اه هنا بيقول لك بقى عميل و ويندوز واي او اس واندرويد وبلاك بيري ووندوز فون وشغال كل حاجة. ما فيش اي مشاكل. يبقى احنا كده عارفنا نجيب اللينك بتاعنا منين? تمام يا شباب? طبعا طرق التسويق والكلام ده ما فيش اسهل منها ان شاء الله بالنسبة لنا فانا هعلمكو كل حاجة. يبقى بقى من موضوع بقى من الكلام ده خالص. تمام? البيمنت اهو طريقة الدفع. تمام? دي طريقة الدفع لو انت وصلت للمية دولار بتعمل كاش اوت عادي وهم بيكلموك وبيبعتو لك المية دولار. والله العظيم يا شباب انا انا مش هتكلم عن نفسي. انا هقول لك ان في ناس انا عارفها بشكل شخصي وناس اصغر مني بمراحل كتير بيجيبوا لمية دولار دول في تلات ايام تلات ايام بالضبط. شوف بقى الشهر فيه كان تلات ايام يعني ناس بسبب مقعب بيرفلي ده اتغير حالها من يعني من تحت اللي فوق 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 زي ما انت عايز بقى تقول. تمام يا شباب? طيب اي حاجة بقى لكم انا بكون مجربة خميليون في المية يعني بكون مجربة كتير. وبيكون زي ما انقلت لكم الكلام اللي انا بقوله انا مسؤول عنه وبكون على دراية كاملة به. تمام يا شباب? طيب نقفل بقى الموقع بتاع بيرفلي نروح على كليك بنك اللي احنا شرحناه قبل كده في الكورس بتاعنا اللي انا بنزله بابليك اه للناس كلها على قناة بتاعتي الكورس اهو. اسم الكورس ده اهو. بعد هزا الكورس ستربع من مية لخمسمية دولار. تمام? يوميا. ستين دقيقة افليت دقيقة بدعمولها. اكسم برب الكعبة انا ما بكدب في اني ان انا قلت ان انا رميت الارقام ده. مية دولار خمسمية دولار. يوميا يوميا. لان كليك بنك بتدفع الوفات مؤلفة بشكل يومي. فكليك بنك اللي ما شافش الكورس ده يشوفه ضروري جدا جدا لاني انا هاشرح حاجة الوقتي اللي هيكمل لك الشرح بتاعي الكورس ده. تمام يا شباب? طيب. هنتنقل على كليك بنك انا عملت لوجين عليه. الناس اللي بتشتاكي مش عارفة تعمل لوجين هو الامر بسيط جدا ان انت هتشتغل على على الوضع المقفول او الوضع على جوجل جوجل كوروم. ولو ما سجلش معاك هتروح على اوبرا وتفعل زي ما انا كنت اشرح في اول البداية بتاعته الكورس ده تفعل ولو ما اشتغلش معاك هتستلف في بي ان مدفوع بس يوزر لمدة يوم من اي حد صاحبك. تمام يا شباب? او لو انت مش عارف والدنيا اتيها معاك في ناس على الجروب بتاعنا جروب مشاريع العمل بتبيع الحساب لواحد بتلاتين جنيه واربعين جنيه وباسمك وبعدوانك تاخده منه تغير بقى انت البصور ده وايه? تعيش حياتك. طيب احنا هنا شباب دخلنا على المنتجات. هنا انا عايز حاجة بس اشرحها بس. تمام? هنا انا دايما بشتغل على البزنس. او مسلا الهيلس. مسلا كل الكلام ده والله كويس مفيش في اي مشاكل خالص. اه هنشتغل على على الادوية. انا انا بحب مجال الادوية جدا عشان يعني بيني وبينكم مربح. يعني مربح جدا. يعني اشتغلت على دوة على دوة بتاع حموضة. يعني اتباع منه فوق الربعمية منتج. يعني انا كنت بكسب في الدوة ده النصر خمتسين في المية. وليكن تلاتين دولار في سبيل المثال المتهيئة اللي يعني كده فعملت منه مابلة كويس اشتغلت في اه منتج يعني بيعالج شاشة العظام باعت فيه كتير جدا يعني بفضل الله الكليك بنك مربح جدا جدا جدا. لو هتتكلم في افليت ما تتكلمش في امازون. ماشي امازون شغال. بس فيها مشاكل والوقتها يعني ايه بتحتاج ان انت تصمم تشيرتات او ان انت تشوف منتج منتج بعينه. ما بيجيلكش مبيعات كتير. انما كليك بنك يعني كويسة مع كل الناس ولما انا شرحت الكورس ده يعني تلاقيت ناس كتير ما شاء الله بتكلمني وورياني اثبتات دفع ما شاء الله يعني. تمام? هنا في انا عايز اوضح حاجة. هنا احنا طبعا هنختار الجرافتي. الجرافتي ده شباب بتاع ايه? الجرافتي ده بيجيب لك اعلى حاجة ان المنتج ده شهرته قد ايه. يعني بالبلد كده الجراف ده. المنتج ده شهرته قد ايه واتباع قد ايه? والكلام ما. انت لما تختار كلمة جرافتي ما تجيش على اول منتج وتبيعه. اه واحد واربعين دولار واعلى منتج والكلام ده انا قلت لأ. ما مش 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 هينفع. تمام? انا قلت لك تنزل هتختار الجرافتي بتاعك. يعني اه يعني تنزل على تاني صفحة او كده اه في النص بحيس لما انت تاخد المنتج ده مسلا في سبيل المثال. تمام? يعني قبل بقى قبل ما اقول لك المنتج بقى يعني ايه معلش الجرافتي جنبيها رقم. الرقم ده لو زاد عن سبعة لو لو زاد عن سبعة يعني هو السبعة وزيادة ما تشتغلش على المنتج ده لان في ناس شغالة فيه ومسكته خلاص وبتاعها. يعني ما انت قعدت تفنطف مش هتوصل لهم خلاص. اشتغل مسلا على اقل من ستة اشتغل مسلا من خامسة اربعة وشوية تاتة وشوية الكلام ده كله. احنا مسلا روحنا للمنتج ده. تمام? الكلمة بقى لانا قولتها في الكورس انا كالي انت فيه اللي فات بالنسبة ليه بالنسبة ليه ان احنا هنحدد سعر النقرة مش اقل من ستين سنت عشان لو في حد بيسوق لنفس المنتج تكون انت تب عنه تكون انت مع ديه مع ستين سنت برضو حاجة برضو ايه مجنونة ان انت تعمل النقرة واحدة بستين سنت حاجة مجنونة. فمعنى ان هو مدي رقم كرافتي معنى ان فيه ناس شغالة وعمل اعلانات سواء في جوجل او 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 احنا اتفقنا قبل كده عالكورس وقلنا كتير في الجروب ان بنك معك ليك بنك كويسك جدا جدا جدا. فبالتالي انت هتدخل على بنك هتخلي سعر النقرة ستين سنت فما فوق عشان تبق انت اعلى من اي منافس جنبك اي منافس انت ينفسك في المنتج ده هتبق انت اعلى منه بفضل الله والطريقة دي متجربة كتير جدا يعني انا يا شباب طبعا الناس اللي بتتقفل معها كومونات بنك انا بس كنت شارح برضو وناس ما شافتش الشرح وقلت الناس برايفت والكلام ده كله انا عايز اقول لك ان الكومونات يعني اه بقت برضو بتتقفل بشكل اوتوماتيك لو انت حطتها على طول طيب انت يعني اه تهرب من موضوع القفل والبان ده ازاي هتاخد مني الكود اه انت هتسجل في 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 موقع بنك وبعد كده هتفعله بالفيزا او البي بال بتاعك اول ما تفعله هتسيبه لمدة اربعة وعشرين ساعة بعد التفعيل بعد التفعيل على طول بعد ما تسيبه اربعة وعشرين ساعة هترجع تضيف الكوبون وتسيبه مش اقل من تلات ساعات بعد الاضافة بعد التلات ساعات هتروح هتعمل حملة واحدة بس بخمسة او بعشرة دولار مش اكتر من عشرة دولار حملة واحدة بس وبعد وبعديها بتلات ساعات تاني هتشتغل بقى طبيعي جدا مفيش اي مشاكل انا جربت موضوع ده مرة واثنين وعشرة ومية الموضوع ده تمام معايا وما فيش حساب بقت بتتقفل معايا ولا بتاخد بان خالص تمام طيب احنا كده خلصنا برضو من الكليكبانك هنيجي شباب على الموقعين العربي موقع جمية وموقع سوق تمام اللي هنطبقوا على جمية هنطبقوا على سوق طبعا بس نركز مع بعض في الكلمة هقولها لك دي لاني انا قلتها في المقدمة يا شباب اسمع يعني اسمعني اكتر ما تشوف انا بعمل ايه على الديسكتوب لان الكلمة بتطلع مني يعني لو انا سبت الديسكتوب كده مفتوح وفضلت اتكلم معاكو ما تملش اسمعني كويس جدا جدا لان الكلام بفلوس الكلام اللي بيتقال ده شباب بفلوس وزي ما انتو شفتوا انا نزلت موضوع الاكسس توكن يعني انا مش هقول منهم لله انا هقول انا مسامحكم انا بسامح اي حد والله قالولي ما ينفعش وكده انت هتبوش ولنا واا اول ما نزلت وناس كتير جابت اكسس توكن وبعت بفلوس جمدة جدا وجابت اكاونت اتنيت فيلكس وجابت 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 وفي الاخر انا اللي خدت مخالفة على قناتي بسبب ان الناس دي ضررتني في اكل عيشي علشان انا مردتش اسمع كلامهم وامسح الفيديوهات اللي انا كنت بشرح فيها الطرق اللي محدش شرحها قبل كده تمام يا شباب ياريت ياريت تفهموا كلامكم تمام يعني اسمع قبل ما تتفرج عليها اسمعني كويس جدا طيب اه الوقتي ليه انا قلت سوق وليه انا قلت جميع يعني انا هشرح احنا هنجيب اه ازاي اه منتجات اه باسعار اه يعني قليلة اه باسعار رخيصة ونعمل اعدد بيع ليها مش في سوق خالص نعمل اللي اعدد بيع يعني اعدد بيع ليها بضعف التمد لو انت عايز لناس مستهدفة لناس مستهدفة تمام يا شباب سواء بقى عرب سواء انجليش اللي انت عايزو ده هيكون ان شاء الله الشرح التقيل بازن الله اه اللي احنا هنشرحه فيه الكورس ده تمام يا رب بس ايه ما تكونش يعني ما يكونش في حد مل يعني لو انت مليه تقفل وتفرج علي بكرة تمام انما احنا بتتكلم في شغل فلازم تكون ايه ما صح صح معنا فيه ان شاء الله ايه المهم يا شباب لو احنا مسلا جينا هنا على الامهات والاطفال اخترنا مسلا في سبيل المثال اه اختر مسلا ملابس واحزية اطفال مسلا في سبيل المثال تمام احنا هنا هنلاقي طبعا حاجات كتير جدا تمام طبعا احنا قلنا قبل كده وبقرارك وتاني التسويق مع الامهات او مع النساء بيبقى كويس مع الشباب الشباب ليهم حاجة معينة نظارات وساعات والكلام ده برضو هنعرف برضو الكلام ده ان شاء الله بس النساء بيشتروا اي حاجة بفضل الله بتروح في زنها على دماغ جوزها وعهات لي ده هات لي ده خلاص وهي سلام لو كان عملته ومنتج بقى ما بقعت لي وسعره كويس وتصميم كويس يبقى كده مية مية تمام احنا اه الحاجة اللي احنا هنعملها اللي احنا هننزل تحت هنا هنكتب مسلا زي ما مكتوب هنكتب من اربعتاشر جنيه لحد مسلا متين جنيه ونقول له اعرض تمام اه هنبص بقى هنلاقي رتب حسب السعر الاعلى تقييما اه سعر اه السعر من اقل الاكسر تمام يعني الفلاتر دي مطلوبة جدا الاربعتاشر جنيه دي اللي احنا طبعا نخترناه طبعا بتاعت هنا لو احنا مسلا نزلنا هنلاقي مسلا حاجة زي كده بتوانتاشر جنيه بلوزة واميس وهنلاقي مسلا حاجة مسلا زي كده مسلا بعشرين جنيه وهنلاقي حاجة زي كده مسلا بعشرين جنيه فاهم ازاي دي بتبقى عروض وتخفيضات ناس ناس منزلها فاحنا كل اللي احنا هنعمله هنفتحها فاهم ازاي ونقوم ضغطين على الصورة نقوم اخدين الصورة بالبيات بتاعها ده وعلى اه وعلى الفوتوشوب بقى هنقوم قصين ونقوم كتبين عرض خاص طبعا انا مش عايزة اخش على الفوتوشوب عشان برضو الكورس ما يطولش اكتر من كده عرض يا شباب انا اقول لكم اسمعوا قبل ما تشوفوا انا جربت الكلام ده في حاجات كتير من سوق اكسم برب الكعبة انا سوق كسبت منها مكاسب رهيبة باللي انا بقولوا ده فانا عشان كده بقول لكم اسمعوا اسمعوا كويس يعني قبل ما انتم تشوفوا الديسكتوب وانا بشرح انا عملت ايه انا دخلت على اه مسلا لانش بوكس اتلاقيته بستة جنيه وبسبعة جنيه دخلت على دوم زي دي وكتبت كده بخط كويس عرض خاص وكتبت كده اه واحدة او واحد او طفل او كده صورة وكتبت بدل ما هكتب هنا استقر بتاعه ان هو بعشرين جنيه كتبت بخمسين جنيه تماما شباب وطلبت الكمية اللي انا عايزها من الموقع واتبعتت لي وبعتها واستفدت طبعا بفرق السعر يعني الناس اللي هتقول لي حرام انت لوقتي شغال تاجر بتجيب حاجات لو انت مسلا مسكندرية بتجيب حاجات من القايرة انا مسلا راجل متبور سعيد بجيب حاجات من القايرة وبتفع لها ركز معي وبتفع لها رسوم شحنة فرسوم الشحن ديا لاني انا انا سألت فيها بتحلل ان انا احط السعر اللي انا عايزه بس ما يبقاش السعر تمام يعني انا كنت مسلا جايب شغال مسلا في اللانش بوكس وكنت شغال في استشوارات حريمي سعرها كانت كويس وجبت الاستشوارات دي اا كان سعرها على اا سوق او مش فاكر جميع حاجة من الاتنين كان سعرها مسلا اا هفتكر معكم اا كان سعرها مية خمسة وتمانين جنيه كان نازل عليها عرض فانت طبعا داخل على اشتري بابراحتك تمام فكان نازل عليها عرض بمية خمسة وتمانين جنيه انا اشتريتها انا اشتريت منها بالزبط ست كطع ست كطع وعملتها بتلتمية جنيه ودفعت على الست كطع دول شحن مية وخمسة جنيه زيادة يعني ست كطع بمية وخمسة زيادة. وعرضت الواحد بتلتمية جديد. تمام? اقسم بالله العظيم. انا من تسويقي ليه ومن اللي انتم هتشوفوا التسويق ازاي للناس المستدفى كمان شوي. انا من تسويقي ليهم يعني اه بعتهم في اقل من ساعتين زمن. اقل من ساعتين زمن. وانا بسوق ليه اه الناس النساء. اه ناس كلموني طبعا عايزة طبعا انا في مكان كزا. رحت وشحنت وهم اللي دفعوا الشحن من عندهم. تمام تمام ما فيش اي باشاك والز. واستعلمت فلوسي في دفون كاشر. ونفس النظام برضو على جمية. طيب. نسيب كده النزل كده ونيجي على الدسكتوب عشان اتكلم معاكو في حاجة مهمة كده. يعني حاول بقى تحط تعالي السماعات او تحط السماعات كويس في ودمك لو انت تسمع من هيدفون. وتركز معايا في الكلام ده كويس جدا. يعني انا ان شاء الله هزودك ببرامج وادوات هتفيدك بشكل كامل جدا. يعني برنامج الايه مكنترول ده? لو انت مش معاك ما تشيلش هام. ما معكش فلوس وما تشيلش هام. هاجب لك حاجات في نفس المستوى وتديك نفس النتيجة ان شاء الله. بس اللي انا عايز اقول يا شباب انت مسلا احنا شرحنا شركة بيفلي. قلنا قد ايه يا متزا. شرحنا الكليك بنك. قلنا الكليك بنك والادوية فيه جميلة جدا وزبط نفسك فيه. شرحنا السوق ونفس النظام على جميلة. وفي شركات تانية انا برضو هسيب لكم من ضمن الفايلات اللي انا هسيبها لكم في الكورس انتو هتحمله. لا يعني لو انت شاري الكورس ده من ضمن الفايل انت هتحمله هتلاقي كده فيه شركات نفس النظام الكليك بنك والبيرفيل والكلام ده سجل فيها كلها. وعيش. وعيش. انا انا جايب لك شركات صدقة جدا وانا جربتها برضو. تمام يا شباب? فالمهم يا شباب اللي انا عايز اقوله انت وليكن وليكن انت راجل كسول. مش عايز تسجل ولا تعمل ولا تتعب. مع اني كده غلط. على فكرة اللي بيتعب ربنا بيرزقه. المهم انت لوقتي عايز تشتغل شغل ليك انت. يعني ايه لك انت? يعني انت مسلا عندك موقع زي مثلا وحاطت في عايز تسوق للمقالات بتاعته لناس مهتمة او ناس مهتمة بالتقنية. ما عندكش موقع. عندك قناة. على اليوتيوب. عايز تسوق عليها عشان المقارات بتاعت او عايز تسوق عليها عشان تجيب عدد الساعات وعد المشاهدات علشان تحقق الدخل في اليوتيوب. تمام يا شباب? او عندك موقع اختصار رابط عايز. يعني انا عارف ناس لما ما بتلاقيش معا فلوس وانا كنت من ضمن الناس دي من فترة كبيرة. لو مش بلاقي معايا فلوس بقوم عمل اتجاه يعني اقوم واخد لينك مختصر من اي موقع بيدي عروض حلوة على الالف. يعني الالف مثلا بتمانية دولار بعشرة دولار واقوم اعمل اي لعبة اقوم متكلم في اي واقوم لازق آآ اللينك ده في آآ الرسالة اللي انا ببعتها للناس المستهدفة. انا طبعا هقول لكم انتوا هتستهدفوا الناس داي. والارسال هيبقى ازاي حاجة مش هتتتوقعها ان شاء الله. حاجة هتعجبكم جدا يعني. تمام? فآآ الموضوع ده طبعا بيبقى سهل جدا على الناس اللي معاها الام كنترول. الناس اللي ما معاش الام كنترول وما معاش البرنامج ما معاش السيولة علشان تشتري عشان البرنامج طبعا غالي. فانا هديلكو كل المشاكل دي ان شاء الله وهتديكو نفس النتيجة. تمام? فانت الوقتي معاك قناة معاك موقع معاك اللينك مختصر. اللينك المختصر ده. انا لما مسلا ما بقاش معايا فلوس اقوم مسلا حط اقوم بعته الالفين تلت تلاف واحد يفتح يفتح مسلا لو انا بعته لتلت تلاف شخص. لو فتح مسلا الفين الف ونص انا جده جبت مسلا اه عشرة دولار او خواتاشر دولار فاقل من ساعة. اخي تبقى لك انت اقل من ساعة يعني معاك انت انت هتعمل في الشهر يعني يقول مسلا هتعمل حركة ربعمائد دولار بالتقريب في اللينك مختصر واحد بس. يعني اللي يسمع الشرح بتاعي عشان كده قلت انت اسمعني. ما تشوفش الدسكتوب وانا باشرح. اسمعني وهمني. تمام? فا اه لو انت طبعا مش عايز تشتغل مع سوق او او افليت او سي بي اي او الكلام ده. لو انت عندك حاجة خاصة بيك انت فالشرح ده ان شاء الله هينفعك. طيب وصلنا يا شباب للجزء التاني وفتحنا الجزء التاني بتاع الشرح على بركة الله. للجزء التاني انا هعرفكو تجيبوا الناس المستهدفة منين لاي منتج لاي اكشن انتو 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 محتاجينه. اه وطريقة الارسال برضو ان شاء الله. اول حاجة انا هسيب لكم برضو فايل كده اسمه ادوات كورس الافليت او يعني تحت اي اي مسمة. تمام? فهنفتح اول اه حاجة موجودة عندنا في الفولدر ده. يعني انا كنت منزل قبل كده بس ده التعديل بتاعه مع كمان تعديل زيادة انا انا يعني الواحد زبط فيه شوية حاجات البرنامج طبعا الاساس اللي منزله دكتور فارفر يعني ربنا يا باركله على مجهوداته. فالنسخة دي تم التعديل برضو عليها. فكل ما عليك اللي انت هتضغط على الحتة الزرقه دي. تمام? هيتفتح لك موقع هاتقفله طبعا. والموضوع يعني البرنامج هيكون كده معاك ومطفي. عشان هو هنا طالب. طيب ازاي يا شباب هنجيب بتاعنا. هو يعني كل ما علينا اللي احنا هنضغط على تمام? ونضغط على تمام يا شباب? بعد كده هنضغط على اه اوكي. بعد كده هنروح على تمام? وهنعمل كليك وهنعمل تمام? حاجة اللي احنا اخدناها هنعمل يعني هيبضل يحمل معنا شوية وفي الاخر هنقول له موافق. تمام يا شباب? بعد كده هيقول لك مفيش عنوان ولا يمين ما يفهمه وينسيبك من ده كله هتطلع في اه في التسك اللي فوق اللي احنا بنكتب فيه الموقع مكتوب فيه هنلاقي مكتوب فيه اكسس توكن وهتاخد الاكسس توكن اوه. بس طبعا تكون لازم انت عامل للحساب بتاعك على المتصفح ده. تمام? الاكسس توكن او لحده. تمام. فاحنا هناخده. تمام? ونحطه في الاكسس توكن دي ونعمل بعد كده هيدلنا الاسم وهيفتح لنا الحاجات دي كلها. تمام يا شباب? البرنامج ده جبار هيفيدك بكل المقايز. هنا مسلا لو انت عايز تبحث عن معينة. يعني مسلا لو احنا ضغطنا عليها. وكتبنا مسلا اه في سبيل مسال. احنا عايزين ناس ليه ومعلاقة بالتجميل. ناس تجار ناس مسلا اه اه بنات شباب ناس بتهتم بالتجميل بتشتري بالتاجر الكلام ده كله. فهنكتب كلمة تجميل ونضغطها. فهننتظر يعني مفيش ثانية انا كنت لسه اقولنا انتظر شوية هنلاقي جابلي الناس اللي مهتمة بالتجميل او ارقام التليفونات اهي كلها. تمام واللوكيشن ومسلا اه شاب او فتاة. والاسم والانيلات وكل شيء. ومنين وكل حاجة عنه. تمام يا شباب. يعني لو سبناها نلاقي اهو بيعد. او الناس المهتمة بتجميل مية سبعة وتلاتين مية واربعين مية واربعين مية سبعة واربعين الكلام ده كل. طبعا مفيش اجمل من كده البرنامج يعني يتعدل عليه بشكل كامل. انا كنت بيع كورس وكان فيه برضو مشاكل. اه بالنسبة البرنامج ده كان فيه اصدار قبل كده قديم. الاصدار الجديد كويس جدا. فممكن احنا نعمل على كده ومفيش اي مشاكل. احنا كده ناس مهتمين بتجميل. ناس مهتمة بكرة قدم. ناس مهتمة بملابس بفاشن بستايل. اكتب هنا اللي انت عايز وخد الارقام دي. انا بقى انت كده معاك داتا مستهدفة. يعني انا بيقول لك حتى من حلوان من الجيزة من كفر الدوار من اسكندرية من اسوان من يعني جاب لك كل حاجة بالتفصيل. طيب انت هتسيف الارقام التليفونات دي علشان تبعت لها ازاي. تماما يا شباب. هنا احنا بنعمل لو احنا عملنا كلمة لو احنا اقعو ديسك توب. تمام? احنا لازم طبعا نديها اسم الاول. تلات وحايد مسلا. تمام? كده هيسيفها لك. هو بس العيب الوحيد ان هو بيسيفها لك في ملف اكسل. يعني انت لازم تنزل اكسل طيب. رأي الاكسل يعني بيكون في لغباطة شوية فاحنا هنلسى خلي في الاكسل ونحطه هنعمل مسلا كده. هنعمل نقوم عاملين للارقام كلها. على طول كنترول في. تمام? كده هنزل لنا الارقام كلها. تمام يا شباب? كده انت معاك. ارقام ناس مستهدفة. كده احنا هنمسح للملف هنسمي لتلات وحايد بتاع بتاع الاكسل. وهنسمي ده مسلا سبعة وسبعين. في سبيل المسال. طيب البرنامج ده يا شباب هنعمل بقي تاني وهنستفيد منه زي? نفس النظام قبل بس ما نتنقل نفس النظام انت ممكن تاخد بتعمل للايميلات. وممكن تاخد الاميلات كلها ياهو جيميل هنبعتها زي ما انا هقول لكم ان شاء الله. وممكن تبعتها تحطها كلها في الاميل الجيميل بتاعك وتبعت مرة واحدة الرسالة اللي انت عايزها. اللي هنا الكيوورد الاهتمام اللي انت عايزه سواء بالانجلش او سواء بالعربي. بعد كده هنعمل طيب. هنا بيقول لك اللي عاملة اه يعني هنا لو احنا مسلا نجيبنا كده هنا بيقول لك حط الاي دي بتاع علشان نطلع لك الناس اللي عاملة يعني معناها الناس المتفعلة عندك. طيب نجيب الاي دي ازاي? احنا لو احنا جينا مسلا هنا على اه هلال المعلوميات. دي مش جروب. تمام? لو ضغطنا كليك مين هنضغط لو انت بالعربي هيزهر لك عرض مصدر الصفحة. لو انت بالانجلش هيزهر لك تمام? هنضغط عليها. وننتظر بس يعني خمس ثواني. وهنضغط على كلمة كنترول اف يعني نضغط من الكيبورد على كنترول وحرف اف. هيزهر لك المربع بتاع البحس اللي فوق ده. هتكتب فيه بالانجلش انتيتي اللي هي ايه? اللي هي اي ان تي اي تي واي. هنضغط الشرطة اللي هي وشرطة اللي فوق اللي هي اللي جانب الزائد ونكتب اي دي. تمام? بعد كده هنلاقي فيه كلمة واحدة بس اهي اللي هي متعلم عليها اصفر جابها لك. الرقم اللي جانبه ده بتاع الاي دي بتاع الصفحة مش مش دي صفحة مش شغالين على صفحات. بعد كده هنديله هنديله الاي دي وهنقول له ستارت. يعني برضو هننتظر يعني اه حاجات بسيطة هيبدأ طبعا يعيد الايه? الممبرز وهيبدأ يعيد البوستات وآآ يعني هيزهرني اللوكيشن والاركام اهي بدأ يزهرها. بدأ يعني يعدي معايا هو آآ يعني بدأ يعدي معايا بيقول لي جاب لي الاركام وجاب لي ميل او في ميل والاسامحة طبعا عارفين منين. طبعا انا آآ الصفحة بتاعت يعني برضو بيجيب اهو والاميلات وكل الحاجة. طبعا انا الصفحة بتاعتي بتاعت هلال المعلوميات الصفحة دي. آآ يعني مع لهاش كومنتات كتير زي الجروب بس في صفحات تانية طبعا بتاعت مسلا آآ ملابس آآ حريمي او مثلا اي حاجة انت هتحط الاي دي بتاعنا هنا هتسحب على طول الداتا بتاعة الاعضاء سواء التليفون او الايميلات او بياداتهم الشخصية فتعيش بقى مفيش مشاكل خالص تمام? فاحنا هنعمل وهنعمل بعد كده هنروح على البرنامج نشوف بيقدم ايه تاني? آآ البرنامج آآ البرنامج بيقدم آآ الجروبات يعني اللي عمل ومع البدجات هيعمله مع الجروبات. هنا هندي له بتاع الجروب الجروب بتاعته او جروب مشاعرية لعمل في سبيل المسال هنعمل برضو وبعد كده عرض مصدر في الصفحة زي ما احنا قلنا يعني هننتظر كام سانية وإيه لما ننتظر هنعمل برضو كنترول وحرف اف. تمام? اهو كنترول حرف اف هنلاقي مكتوبة هي انتتي آآ شرطة اي دي. هنعمل انتر بس. وبعد كده هتلاقي الرقام هتاخده من الاول هنا. اهو. تمام? وبعد كده هتضغط كده. بتعمل بيست. اه هنلاقي طلع علينا برضو آآ ارقام برضو كتير. ده مسألة آآ من الجروبات بيعد اهو بشكل سريع. والحفظ زي ما انا قطيت لكم. يعني انت هتطلع من جروب شغال هتطلع من صفحة شغال مفيش حاجة توقفك خالص. تمام? هنعمل آآ تمام? هنا على منطق الصح دي هنا بيطلع لك بالنسبة ليه البيتجات. بيطلع لك الناس اللي عاملة شير ولايك وكمينت. يعني الناس عموما اللي في كل آآ صفحة. يعني مش الناس اللي عاملة مسلا كومينت بس. فاحنا هنا على الصفحة بتاعتنا. صفحة المعلومات مسلا برضو احنا اي صفحة. اهو هيبدأ يعدلك الناس اللي هي آآ عندك آآ بس طبعا هو في ده يعني بياخد وقت شوية بالنسبة اللي هو يطلع لك. كل الناس اللي عنده بقى لايكات وشيرات وكل حاجة فبياخد وقت شوية يعني تمام. فبس مش مش كتير يعني مش مش للدرجة يعني. فطبعا هنعمل آآ بعد كده آآ بعد كده آآ هنوصل على يعني هنا بيقول لك احنا هتلنا هتلي الاي دي علشان لو انت مسيف لي اي دي بس يعني اي دي اشخاص. انا اطلع لك الاركام بتاعة الموبايلات واللوكيشن والنيم والايميلات والجندر وكل حاجة. تمام يا شباب بالنسبة للايميلات وبالنسبة للايه للفونات. آآ فهنا هنديله الاي دي هات بس. تمام? احنا طبعا شرحنا في اول حاجة آآ هتجيب لك الاي دي هات وهيجيب لك الفون فانت هتاخد الفون بس. فدي مش مش موامة للدرجة يعني. تمام يا شباب هنا في حاجة اسمها آآ فانر. فآآ هنا بيقول لك انت عايز يعني كتب لي بتاع آآ اي جروب انت عايزه. انا مسلا في سبيل مسال هكتب الربح من الانترنت. وهنضغط طبعا هنا طبعا هيفضل يطلع لي آآ جروبات منه طبعا الجروب بتاعي. بس في جروب هو يعني عالمية خمسة الف آآ وشوية. فاحنا لو عايزين ناخد الاي دي ونديله ونرجع تاني للبرنامج ونحط الاي دي بتاعنا بتاع الجروب ويطلع علينا كل الاعضاء اللي فيه وناخد ارقام تنفوداتهم عشان نبعت لهم بقى الملفات زي ما انا قلت في الاول فيديوهات مقلات تخص لربح الكلام ده كله. عايز بقى ربح من النت آآ فاشون ملابس رياضة جيم اي حاجة هتكتبها هنا. تمام يا شباب? يعني الموضوع سهل ومبسيط جدا. فانز بيتش برضو نفس النظام بس للبيتجات يعني مش لو جروبات لالبيتجات للصفح. يعني لو احنا ضغطنا على مسلا كتبنا مثلا ملابس. في سبيل المسال. وعملنا في فانت. فانت برضو ايه? بيجيب لكتير اهو. بيجيب لكتير جدا حاجات للملابس. انت عايز عندك مثلا منتج. انت مثلا يعني خليك زكي في ان مجال التسويق او الافليت الرعبي اللي عمولي ده بيحب الزكي شوية. انت مثلا اشتريت من عالنت اتلاقيت حد في البلد عندك بيبيع مثلا اه تشيرتات اتشيرت بعشرين جنيه. بتلاتين جنيه. بخمسين جنيه. انت تجيبه. تجيب من حد جملة. وتشتري ابو خمسين بعشرين لو جملة طبعا. وتتبيعه بستين بسبعين. هتختار هنا اعلى حاجة. يعني لو احنا ضغطنا مثلا لايك. ولايك تاني هيجيب لك اعلى الجروبات. الجروبات دي كلها تاخدوا ايديات بتاعتها. هتستخرج زي ما انا قلت لك التلفونات. هتاخدها في تيكست. هتبعت الناس. انا عندي كزا وكزا وهتبعت الصور. هنعرف طبعا هنبعت ازاي. اكسم بالله انت يعني يوميا ممكن تعمل لك مش هنتكلم بقى بالدولار. ممكن تعمل لك خمس سلاف جنيه مكسب لك يوميا. بالله انا بقولهو لك ده. يا شباب يا شباب اسمعوني. انا مش بدلكم. بقول لكم فانوس سحري. وبقول لكم اه دعاكم اللي فانوس عشان يطلع لكم الفلوس. والكلام ده انا بكلمكم كلام واقعي. انت معك ادوات. انا هديك ادوات. وبرضو ادوات غير دي برضو. انا هشرحها هتفيدك جدا. لو ما استغلتهاش. ما تلومش الا نفسك. تمام يا شباب? طيب. اه طبعا دي كده خلاص. هنا البوست اه دي طبعا انا مش عارفها. اه اه تمام تمام. دي مسلا انت وليكن في بوست انت عامله في اه جبته من صفحة شخصية او جايب اي بوست مسلا. انا خش هنا. مسلا اي حاجة. البوست دي مسلا ده الصورة بتاعتي. هاخد اه اه الاي دي بتاع البوست. الاي دي بتيبتدي من هنا. من اللي ايه الاي دي ساوي. وايه? اه. حاجة للعلامة اي دي. حاجة الان دي. فهاخده وبعد كده هحط هنا بعد كده هقول له اه طلع لي الناس اللي عاملة لايكات للبوست ده. بص. انا يا دوب هنا اطلع لي مية تلاتة وعشرين لايكز على الصورة. دي الاي دي الاي دي بتاعت الناس. دي الاي دي بتاعت ناس انا ممكن اروح تاني او البرنامج ده. ممكن اطلع تفاصيلهم يعني ارقام تلفوناتهم وايميلاتهم. طيب انا مش عايز اللايكات. انا عايز ناس اللي عاملة كومنتات هتنقل للجنبي تاني اهو. تمام? لو ضغط هنا هتلاقي على طول اهو اتنين وثلاثين واحد عاملة كومنت اهو. ادي الاي دي بتاعتهم. كوبي اي دي. اه خلاص. كوبي. يعني لو انت عملته كوبي اهو هتروح عند اي تاكستكليكي مين وباست. هتلاقي الاي دي هات نزلت لك. يعني مفيش اجمل من كده. مفيش اجمل من كده. اخر حاجة عندنا الايفنت. بصوا دي مبهرة جدا جدا جدا. طبعا الكلام ده انا عشان عندي الام كنترول. الكلام ده كله فيه واكتر يعني بفضل الله. بس انا اه فيه شباب مش لقيا برضو. اه مفيش فلوس عشان يشتروا الام كنترول فالبرنامج ده وتم التعديل فاكتر من مرة وتمام انا زبطته. و اه شرحته لكم فهيزبط لكم الدنيا يعني ان شاء الله. يعني النتايج الكولهات الام كنترول هتلاقي هنا. يعني بالنسبة للناس اللي ما معاش في الوسط. طيب. اه هنا هكتب الكيوورد بتاع اي ايفنت اي ايفنت. اي ايفنت نركز في كلمة ايفنت دي. اه مثلا نكتب ايه نكتب اه 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 اجارة في سبيل المسال. وهنضغط سرش. طيب. جاب لنا الايفنتات اللي هي بتتعامل اه ياسم دي. بالطواريخ. في ال Time Zone. بالبلد. بالاسم. باللي هي. يعني الناس اللي هتحضرها ومش من اللي هتحضر. من العضل من بريس كلهم بكل حاجة. الide بتاع ال-page اللي عمل. نفسي طيب. امبقي تبحث على اي كيوورد انت عايزة. اي ايفنت تقوم قبلها بكام يوم. تقوم مستخرج من الى ايف ده. وتقوم بتعبét للناس. يعني هم مثلا بريسين يتعلموا محاسبة. انت جبت لهم كورس مسلا محاسبة من اشتريته بخمسة دولار او من خمسات. ممكن تبيع الكورس اللي انت اشتريته بخمسة دولار دي انا عايزك تفتح مخك. عشان كده بقول لك اسمعني. اه الكورس انت اشتريته بخمسة دولار ممكن تبيعه الف مرة. الف مرة. يعني شوف بقى كم دولار معاك. يعني فهمت ازاي? وانا جربت موضوع طب صراحة ممتع. يعني اه انت مش هقول لك كسبان من كل جانب. انت معاك في ايدك ادوات لسه هعرفك ادوات تانية. هقولها لك مرة تانية ومشها لك تاني. لو انت مستفتش بالادوات دي ما تلومش الا نفسك. امقى انت كان انسان كسول. ومش هتنفع في اي حاجة. يعني فانا مرضاش كده بصراحة يعني. تمام? احنا كده شرحنا البرنامج او الفيسبوك فطبعا هسيبه لكم البرنامج ده شغال. تمام? شغال. بشكل طبيعي. عايز تشتغل بالاكسس توكن بتاعك. مافيش اي مشاكل خالص. عايز الاكسس توكن غير الاكسس توكن بتاعك. انا اه بفضل الله برضو يعني هعمل معاكو برضو الصح. هسيب لك في اه يعني يعني اكسس توكن كتير جدا. فتجرب اللي ممكن واحد يطلع بايز واحد يطلع مسلا سليم. بس هتلاقي سليم بنسبة مية في المية يعني كتير جدا ان شاء الله. تحط او لو كده اشتغل بالاكسس توكن بتاعك ما تقلقش من اي حاجة خالص. تمام يا شباب? طيب احنا دعتي وصلنا للجزء التالف برضو بتاع الشرح. آآ هنعرف الارسال وبعد كده هنشرح برضو ادوات تانية من الاستهدافات. تمام يا شباب? آآ هسيب لك برضو آآ برنامج. تمام? البرنامج ده لآآ ارسليات الواتساب. يعني انت مثلا اللينك اللي احنا حافظناه عايزين نبعت للناس دي واتساب. ونقول لهم عندنا منتج كزا او نبعت له باللينك مختصر او لينك قناة يوتيوب او لينك المقالة بتاعتنا اللي فيها عشان نربح. فهنيجي على البرنامج بتاعنا ده هنشغله. اللي هو الواتساب آآ سندر. تمام? ده برضو آآ معدل عليه كان فيه شوية حاجات وبفضل الله تم التعديل عليه. تمام? هنا بيقول لك آآ 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 يعني آآ حاتلي الارقام اللي انت ايه آآ مسايفها. تمام? طبعا الارقام ايه? لازم طبعا لازم الارقام تكون عليها زائد. زائد اتنين كزا كزا لو انت ايه من مصر. ولو انت يعني ايه من من اي حاجة لازم زائد وبعدين الكود اللي هو اتنين وبعدين البلد. فلما انت طبيعي بتحفظ آآ آآ بتحفظ آآ الموبايلات. فيكتب لك زائد منه اللي نفسه. تمام? هو كده نزل لك طبعا الارقام كلها. تمام? اهي. بيقول لك تحت لو انت جده يعني آآ جيت آآ عديت هنا بيقول لك آآ دي مية سبعة وخمسين آآ مية سبعة وخمسين رقم. فاني مشيها بالترتيب كده هنا بيقول لك هنا آآ ماشي. هنا هنكتب آآ دي هنعمل لها ايه آآ لما تظهر لك هنعمل تكست تاني ونكتب مسلا بتاعتنا. نكتب الرسالة بتاعتنا. نكتب مسلا ايه? اللهم صلي على سيدنا احبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الله يا بقصة بقصة ده. ونعمل لأ قبل ما نعمل يعني نعمل نجيب دي ونجيب ونعمل كده ونعمل تمام? بعد كده بعد كده ايه? خلاص تمام? هي كده خلاص تحافظ ايه? تمام? هنسميها مسلا باسم تمانية وتمانين. تمام? بعد كده هنيجي هنختارها تمانية وتمانين. تمام? بعد كده بيقول لك هنا هنا دي مهمة جدا. هتكون انت فاتح التليفون بتاعك. يعني افتح التليفون بتاعك كده اه وانا اه بكلمك. تمام? فامسك الموبايل وانا بكلمك هتجيب الواتساب. وبعد كده هتلاقي اه على ايدك اليمين فوق لو انت انجلش او تقريبا عربي مش عافها. هتلاقي المهمة هتلاقي تلات نقط. تمام? تلات نقط كده فوق بعض. هتضغط عليه وبعد كده هتلاقي اه واتساب ويب والكلام ده هتختار واتساب ويب. تمام? واتساب ويب. هتضغط عليها. بعد كده هيزهر لك كده ايه مربع وشرطة كده عمالة تنزل كده وتطلع. بعد كده انت هتضغط على طول على كلمة start boot. واول ما يطلع لك اللي هو هيبقى بالشكل اللي هيزهر قدامنا تقوم مسلط عليك كاميرا على طول. لان هي في كاميرا مفتوحة. عمالة ايه تجيب شريط اه يعني اه 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 تمام. اه تمام تمام. كده انا عملت بالتليفون. وتمام اتربط ومفيش في اي مشاكل خالص. يعني لازم نربط الكود اللي ظهر دينا على الكمبيوتر بالواتساب بتاعنا اللي بتاع الموبايل. تمام يا شباب. كده هي راحت لوحدها. يعني انت مش هتضغط اي حاجة تانية خالص. هي راحت لوحدها. تمام? لو احنا لاحزنا وبقى هنلاقي مكتوب تحت خالص كلمة. يعني معنى كده ان هو بيجهز. اهو بدأ اول حاجة يديني سنت. يعني انت اللي هو كده ما بعتش لسه. بدأ اول رقم بعت له. الرسالة اللي انا كتبتها له بالارقام دي طبعا ايه كلها بالمئة سبعة وخمسين رقم. تمام? في اه يعني هيبدأ بقى يسرع الوقتي هيعمل سنت او انت. لو جاب لك انت يعني لو تلاقيت مثلا سنت هنا. واللي تحتها انسنت واللي تحت اه واللي تحت سنت معنى كده الرقم اللي لسه انسنت معنى كان ان هو مش عامل واتساب اصلا. تمام? فانسنت تاني ونصبر هنلاقيه بيسرع من نفسه. او زي ما انا قلت لكم يعني بدأ يبعت يعني وكده وتمام. فتسيبه براحته هو كده بيبعت المنتج بتاعك بيوصل للناس المستهدفة اللي انت اخترت اركامهم في الاول. يعني طبعا يعني اداة مفيش اجمل من كده. طبعا لو حد رد عليك ومهتم هتبص عندك في التليفون هتلاقي اه يعني اشعار بايه لما حد يكلمك على الواتساب يقولك انا مهتم بالمنتج ده او فتح مسلا وما ردش عليك او فتح الرسالة اتصل بيك مسلا على الرقم اللي انت سايبه او لا وسايب لنك مختصر مفيش مشاكل جميع يعني الرسالة اللي انت بتكتبها هنا هتكتب مسلا فيها اللينك بتاعك بتاع موقعك او بتاع قناتك او اللينك المختصر على اه اي موقع طبعا عشان تكسب تكسب فلوس بي ان شاء الله. انت هنا عايز تعمل طبعا هتعمل تمام? وهتيجي برضو عندك من هتقوم دايس على اه تلت شرط زي ما انا قلتلك وبعد كده هتعمل اه يعني هتخرج من الجروب اللي انت عامله ازاي? هتضغط على تلت شرط زي ما انا قلتلك. لما انت تضغط عليها هتلاقي كلمة يعني هتضغط عليها وتعمل بعد كده هيطلع معاك طبيعي مفيش مشاكل خاص. طيب انت شباب يعني انا برضو معاك في كل الاحتمالات. انت مش عايز تشتغل برقمك او رقمك محروق او اي حاجة. طيب. انا عرف كل وقت طريقة تخليك تجيب ارقام هي انا ممكن اقول لك طريقة من وطريقة مجانية وتمامي تمام ما فيش اي مشاكل خاصة. بس مهروس. يعني الشرح بتاعه والطريقة بتاعته مهروسة والناس بتستخدمها كتير. فانا في موقع كنز. الموقع ده برضو هسيبولكو برضو في التعليقات في التكست اسف. فالموقع ده لو احنا عملنا فيه انا طبعا عامل اه حساب فيه. تمام? موقع ده انت لازم تحط فيه فلوس وفلوس مش كتير. انت ممكن تحط فيه واحد دولار بس. لان القناة بتبقى القناة الواتساب فيه لو انت اخدت ركب وفعلت واتساب بيبقى بواحد سنت او مسلا خمسة سنت بالكتير. تخيل بقى ان فيه ناس في جروبات تانية بدون ذكر اسماء بتبيع القناة بالمصري بعشرين جنيه وثلاثين جنيه. يعني معنى كده ان انت لو انت عملت مصالح من الموقع ده هتعمل مصالح جميلة جدا وفلوس كويسي جدا. ده من الجنب التاني. انا من الشك التاني لو انت مش هتشتغل ليك. فاهم? انت مثلا اه انا هقولك يعني على هتجيب اوكرانيا. هتجيب اوكرانيا. تمام? وهتنزل تحت. في حاجات كتير. في حسابات كتير. لو حد انك مسلا انا عايز اكاونتات جميل ويوتيوب. عايز مسلا مية. فيه ناس بتعوز مية. فيه ناس بتعوز الف اهو. اهو. بكام باتنين سنت. تمام? اهو. لو احنا وفي نتفليكس اهو. تمام? كل ده ده بسنتات 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 بسيطة انت شايف باثنشر سنت واثنين سنت وتعوز سنت. لو احنا بانزلنا تحت هنلاقي واتساب هنلاقيه بواحد سنت. طيب. وياهو كل ما تتخيله في الموقع ده. الموقع ده يعني سر فيه ناس خافينه كتير. تمام? بس يعني اه لله يعني. اه واتساب هنلغط عليه هنقول له جيت نمبر. هنقول له جيت نمبر. انا مش عايز اشتري مش مشكلة اشتري عادي. طيب جيت نمبر. اداني طبعا ايه زي ما انتم سمعتوا? اداني زي آآ آآ زي جرس كده. ادي الرقم. ادي الكود بتاع البلد كنتري بلد هتكتب الكود ده يعني زي التلاتة تمانية وتكتب بقى بقية الرقم. وتعمل ايه? وحيرسل لك كود. فهمت زيه? هيرسل لك كود. هبقوا. تقوم انت عامل هنا. فهم ازاي? هيزهر لك الكود هنا. في خلال الدقائق دي هيزهر لك الكود دي. هنا. تقوم عامله تقوم كاتبه فهم باي لك. وتمام التمام مفيش اي مشاكل خالص. لو يعني في ساعات كل فين وفين. ارقام بتكون بايزة. معنا كده ان انت مش هتخسر فلوسك مش هتخسر السنت او الاتنين سنت اللي انت دفعتهم. لأ. هتعمل على طول الكلمة دي. وبعد كده هيرجع لك فلوسك تاني بشكل طبيعي مفيش اي مشاكل. تمام? فموقع كبير جدا. طيب احنا هنشحن فيه ازاي? هنشحن فيها هنضغط على دي كده. تمام? وبعد كده هنيجي عند تمام? هنا بيقول لك هتدفع من او هتدفع من الكردت كارت بتاعتك دي ما انفحش بيها. وهتدفع من وهتدفع. انا يعني بستعمل لاما بي بال لاما بستعمل لاما بستعمل لاما يعني احيانا بستعمل اه اه البيتكوين وعندك استعمل ما هو يعني لو انت ضغط مسلا هيقول لك انت حاول لي مسلا اه تمام حاول لي مسلا ايه واحد دولار واحد دولار تمام? انت اه بيناو ماشي. تمام? لو انت عملت اه تشيك دولار للمحفظة ويديك الرقم اللي انت هتبعته بيتبعت في اقل من عشر دقايق بيكون نازل ايه الحساب لك? بيكون نازل اه مبلغ اللي انت عملت دي عملت به ادعا. تمام? طيب بعد كده هنروح لبرنامج تاني برضو اسمه فيسبوك ده برضو تمت اي حاجة انا بنزلها تمت تعديل عليها عشان انت يعني الشخص اللي شاري من الكورس ما يتعبش ويقول لي مسلا مش شغالة او كده. هو اه لو كانت يعني لو كان اي برامج مش شغالة انا انصحك لو انت اتنين وتلاتين لو انت لو انت بتاعك اتنين وتلاتين خليها اربع وستين لو انت مش منزل نسخ نزل نسخ بتاعة تمام? طيب احنا عملنا اهو نزل لنا اهو الفايكينج فيسبوك لو احنا ضغطنا عليها طبعا يعني مش عايز اطول برضو الكورس اه اكتر من كده تمام? يعني لو احنا جينا اعملنا تمام? هنا بيقول لي دخل الايميل والباسورد بتاعك هنقول له ماشي. ونقول له هنا برضو نفس النظام يعني مش عايزين برضو نطول في البنامج ده بيطلع علينا برضو اه زي اللي احنا شرحناه الايدات واركام الكيفونات والاسامي بالجروبات بكل حاجة طبعا انا يعني هيسبكوا تكتشفوا في البرنامج ده. يعني برنامج سهل وبرنامج جميل جدا 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 تمام? يعني مسلا في سبيل المسال اللي احنا عالسريعة اهو رجعتلك تاني واحنا كتبنا في سبيل المسال شوفوا هيعدلنا كزا حق يعني كزا جروب او مسلا او بيتج مسلا اللي احنا برضو مختارين وممكن نطلع الاعضاء بتاعتهم والمنبر بتاعهم كل حاجة ونطلعهم نيجي بينا على البرنامج الثالث يعني انا معلش يسمحوني انا بسرع في الفيديو عشان ما يطولش عدد ساعات واكتر من كده بس انا بسرع بس يعني بفهمكوا برضو يعني انا مش هخلي حاجات من قضية تمام? البرنامج الثالث معانا هو برنامج يعني كبير جدا برضو تم التعديل عليه بشكل كامل عشان هي يشتغل معك من غير سيريال او ما يطلبش منك فلوس خالص تمام? البرنامج اه يعني هو عبو الوحيد ان هو باللغة آآ برتغالية يعني ساعات كده بيبقى برتغالي فآ آآ الفيسبوك لو احنا ضغطنا هنلاقي بتاع آآ يعني والجروبات والاكستراكتر عموما والآآ كومنتات والشرات والممبر بشكل عام ولو احنا يعني آآ طلعنا كده اعمل وكمان معلش اقف فيه ارسال يعني ممكن تبعت لو اهنا ضغطنا هنا تمام ممكن تبعت رسائل تكتب الايديهات اللي احنا طلعناها تمام وتعمل آآ اعادة ارسال ده اي رسالة انت عايزها هنيجي عند الواتساب هنلاقي الواتساب مازينجر الواتساب نورمل الواتساب اللي احنا بعتنا بالرسائل هو طبعا التاني اسهل بس لو عايز حد يبص على ده يبص عليه مفيش مشاكل وعندنا الاسم اس وعندنا اليوتيوب اليوتيوب لو احنا فتحناها تلاقي بيطلع علينا الكومنتات بتاعت الفيديوهات بيطلع علينا الناس اللي عاملة لايكات لو عايز يعني لو حد عايز هيديك يا دوب هتكتب له لينك الفيديو وتختار له العدد اللي انت عايزه بس ده يعني للامانة ما بيكونش فعل قوي يعني ما بيكونش فعل قوي ساعة يشتغل وساعة لا فانت برضو حظك يعني تمام هنا لينك هنا الانسجرام هنا تويتر هنا المنافسين بتوعك السكايب الايميل لو انت طلعت مش تليفونات طلعت ايميلات ولو انت عايز تبعت او تمام هتكتب هتعمل يعني هتعمل امبورت ليه الايميل هتاخد الفايل بتاع الايميل وتحطه هتكتب التكست اللي انت عايزه وبعد اكين وتضغط على الكلمة دي عشان يبدأ في سند فالبرنامج جميل يعني اه انا بفضل الله يعني مش هتطلب منك ماليه من ليني البرنامج اصلا مدفوع وغالي فمش هتطلب منك حاجة نسخة اللي انا منزلها لك تمام شباب وجايب لك من يعني جايب لك نسخة من البرنامج المعروف اوي وان هو برضو غالي بنزلوك بفضل الله برضو بشكل مدفوع عليكو برنامج برنامج يعني انا مش حرمك من الادوات يعني تمام فزبط الدنيا بقى منزل لك بدل الاداة اتنين وتعاتى واربعة فاحنا هنا هنيجي لو طبعا احنا عايزين نبعت ايميلات برضو عايزين موضوع الايميلات ده يعني بشكل كامل هتبعت مثلا الف الفين خمس الف عشر تلاف رسالة مفيش مجاكل يعني يا دوب انت هتكتب بتاعك الموضوع وهتكتب لمين طبعا انت هتعمل هنا علشان تعمل تختار وحتختار من هنا علشان ترفق جميع الاميلات وبعد كده هتضغط على كلمة يعني الامر سهل وطبيعي انت لو وقف معك حاجة جربها بنفسك يعني ما تستناش يعني انا طبعا لو قعدت اشرح كل حاجة بالتفصيل الفيديو مش هيبقى مثلا ساعتين تلاتة الفيديو هيبقى عشر ساعات فانت برضو خليك برضو معايا انك انت تجرب نفسك لو انت مش عايز ده واستكفيت باللي انا شرحته في الاول بشكل كامل اللي هو سواء السيمبل ايديونس اللي انا قلتلك تطلع منه الايديات والتليفونات وكل حاجة ازاي واستكفيت برضو بالبرنامج اللي بيبعت واتساب بشرح كامل انا شرحتك ده بشكل كامل مفصل لو انت استكفيت ما فيش مشاكل من البرامج التانية ما تشتغلش عليها خانص وفيه برضو ممكن تستخرج بطريقة برضو كويسة في بعض الناس ولاية جدا بيعملوها يعني ممكن روح على جوجل بعد كده اه مسلا هنكتب اه اي بلد بس طبعا بالانجليش سواء اه مسلا بلد عربية او مصرية انا مسلا هشتغل على بلد امريكية هنكتب مسلا اه نيوجيرسي في امريكا بعد كده مسافة بعد كده النقطتين اللي فوق دول بتجيبه من الكيبورد من الحرف اه ته يعني هتكتب هتعمل شفته وهتعمل هتضغط على العرف ده عشان يطلع لك النقطتين اللي جامعة بعض اليوم اللي فوق دول بعد كده هتختار الفئة اللي انت عايزة ومسلا مسلا اه يعني اه ستايل مسلا في سبيل المسال ماشي وتعمل النقطتين تاني بعد كده على طول هنضغط على المسافة بعد كده هنختار الاميل اللي احنا عايزينه يعمل منه برضو يطلع علينا ما يعني البحس هنعمل اه هنعمل مسلا جيميل او يوه مسلا جيميل تمام جيميل دوت كوم وبعد كده لو احنا اه ضغطنا انتر طبعا احنا بدل ما نخليها البحس هنخلي من من الاعدادات البحس بتاع جوجل على عشر اه على عشرة بس هنخليها على مية فهنا طبعا جاب لنا اه ناس كتير جاب لنا اميلات كتير مستهدفين اللي احنا عايزينه للسطايل تمام اهو تمام يعني استهداف اه كتير جدا فانت هتنسخ ايميل ايميل مفيش مشاكل وتعمل له يبقى انت كده عندك ناس اه مستهدفة للسطايل يعني انا بقول لكم استهداف سواء صفحات من جوجل سواء من 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 الطريقة اللي انا قلت لها دي ان انت تكتب البلد وبعدك تكتب اه الكاتيجورياني وبعد كده تكتب اه جميل او ياهو مسلا شو قلت لك الطريقة دي وقلت لك الطريقة بتاعة الادوات اللي احنا نزلناها تمام يا شباب وبكده شباب يعني نكون بفضل الله خلصنا الكورس يعني انت بقى انت الشخص اللي هتحيي الكورس ده انت هتجرب يعني يعني استحلفك بالله ما تستعجلش يعني انت عايز تنجح ما تستعجلش تمام يعني قد لنفسك وقت ان انت تشتغل في كليك بنك فشلت اشتغل على سوق وجمية فشلت اشتغل في فشلت يبقى انت بقى اشتغل ليه منتج بتاعك انزل اهات منتجات انت تعرف لو انت جبت يعني اقول لك ايه لو انت جبت هدوم لو انت جبت وولعات لو انت لو انت جبت حبة هوا هتبيعهم هتلاقي الاستهداف في البرامج اللي انا متدرك هتلاقي الناس اللي انت عايز تستهدفهم اللي انت هتبيع لهم الحاجة دي يعني انت اتفع معايا حد بيبيع مسلا جملة بناطيل جنس مسلا اي حاجة واضرب في السعر وهو مسلا انت اشتريته مسلا جملته بتلاتين جنيه بيعوا بستين بيعوا بسبعين وهات كميات وبيع انت ما معاكش فلوس اشتغل على اليوتيوب ارمي لينكات في الواتساب او في الاميل على اليوتيوب اشتغل على لينكات مختصرة لينكات ابلود ويكساب يعني في جميع الاحوال انت هتربح هتربح بس اما حاجة ما تستعجلش في التنفيذ ويكون ليك خطط يعني يكون ليك خطط ولو انت برضو مفهمتش الفيديو او نقص شوية حاجات اقفل فيديو وريح شوية نام اعمل اي حاجة خد لك دوش وتع تفرج على الفيديو مرة واتنين وثلاثة احتاجت اي حاجة كلمني طبعا انا لو ما ردتش عليك انا بتأسف جدا جدا بيبقى على ضغط كتير جدا يوميا رهيب والله فاكيد هرد عليك يعني عايز تتصل بقية تلفونية وتلفوني معروف عايز تكلمني عايز تكلمني فيسبوك عايز تسيب لي الرسالة على الجروب بتاعنا الجروب مشاعي لعمل ما فيش اي مشاكل ان شاء الله شباب اتمنى انتوا تكونوا استفدتوا من الموضوع ده اتمنى زي ما نقول لكم الكورس ما يطلعش برا يعني لاي حد عشان بيبقى فيه اه رقم انا بعرف الانسان او الشخص اللي طلعه منه بالضبط ويعني بوقف التعامل معه اه على طون فا اتمنى ان اشوفكم في كورسات تانية ان شاء الله في كورس باذن الله برضو اه بحضره مش هينف هتكلم في الوقت هيبقى ان شاء الله يعني مفاجأة ليكم باذن الله ويعني ربنا يسطر هيبقى فيه برضو كورسات تانية وشروحات تانية هتنزل بشكل مجاني على القناة تاعتنا ان شاء الله يلا شباب اشوفو الشكم بخير والسلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة